بسم الله الرحمن الرحيم مع حضرتكم الأستاذ ياسر محمد النجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو التسعة وعشرين من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت ورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم البحث والاستبدال من إعداد أستاذ ياسر محمد النجيب دلوقتي لو إحنا عايزين نبحث داخل ملف سواء كنت عايز توصل لمعلومة أنت أدخلتها في الملف ده أو أنت عايز تستبدل معلومة أنت عملتها وعايز تصححها نقدر بأننا نعمل الكلام ده عن طريق قيمة طيب خاصية السيرش علشان توصل لها عن طريق القيمة بتدخل على قيمة home وبعد كده هتلاقي find مجرد ما هتضغط على find هيجي لك المربعة ده اكتب له أي حاجة أنا عايزها ولنفرض مثلا أنا عايز أدور على اسم اسمه واحد اسمه أحمد لما أنا تكتبت اسم أحمد هو هنا لو تلاحظ ظلل لي كل الأسماء اللي اسمها أحمد في الملف تقدر بأنك تقلم ما بينهم تختار واحد منهم وتوصل لي الاسم اللي أنت عايزه فتتأكد منه أو تعدل بياناته بالشكل اللي أنت عايزه طيب الطريقة الثانية للوصول للبحث هي بأنك تضغط على اختصار control F هتلاقي القائمة ظهرت لك ده بالنسبة للبحث طيب بالنسبة للإستبدال أحيانا كتبت معلومة غلطة على سبيل المثال أنا هنا افترطت بأن الأسماء المكتوبة قدامكم دول أسماء عندي في فصل مدرسي طيب أنا دلوقتي كتبت أن الفصل بتاعهم لو أنا عايز أخلي الفصل بتاعهم أنا الطريقة اللي أنا هعملها تقليديا بأني أدخل وأغير الأرقام دي طيب لو الفصل بتاعك كبير جدا أو لو إحنا عايزين نتعامل بطريقة احترافية أنت هنا هتلجأ لي الاستبدال طيب الاستبدال تقدر توصله عن طريق القائمة في home وهتلاقي replace فهتظهر لك الوجهة دي أو أنك تضغط على الاختصار بتاعها اللي هو control H من الكيبورد فهتظهر لك القائمة دي على سبيل المثال هنا مثلا عايز كتبت جملة زر مونير بمكتبة صباحا أنا عايز مثلا بأني هنا أقول له دور لي على كلمة مونير واستبدل هالي بهشام لو أنا قلت له إبحث عنها هيدور لك عليها وهيظل الخلق تقدر بأنك تقول له replace فهنا يعمل لك تغيير زي ما احنا ما شفنا طيب أنا دلوقتي مثلا أنا هعوز بأني أغير الفصول بتاعة الطلاب اللي موجودين عندي أقدر بأني أختار أن الفصول اللي بدل ما هي كانت ون ايه أخليها ايه هنا هتظهر لك مشكلة في الحتة دي بأن لو احنا هنبحث عن أرقام الواحد ما تنساش إن فيه رقم واحد موجود هنا في الترقيم يبقى هو هنا هيغير لك الأرقام دي يعني لو أنا دلوقتي عملت replace all هتلاحظ بانه غير لك رقم واحد اللي موجود عندي في المنطقة دي. طيب انا هعمل له كنترول زد. بعد ما تراجعت عن الامر اللي انا دهتوله. انا هديله هقول له. ابحس لي عن واحد. بعد كده هقول له نيكست. انا دلوقتي لما جيت على الواحد ده انا تجنبت باني اغير الواحد اللي هو موجود في الترقيم. طيب انا دلوقتي لو انا عايز اقول له وبعد كده هو هينتقل الى التالي. فهقول له لغاية لما يتغير كل اللي انا ما عايزه في الموضوع. طيب انا دلوقتي في عندي هنا العشرة ابن فيها واحد. طيب انا دلوقتي مش عايز اغير دية لأقول له وبعد كده هقول له. هل تحب نرجع لدور من اول ملف? لا شكرا. بكده انت تنتبه للحاجة اللي انت عايز تعمل لها. ما تستخدمش اقول الا لو انت في حاجة انت عايز تعملها. يعني مثلا انا عايز استبدل كلمة فاصل بكلمة هاجي اقول له استبدل كلمة الفاصل بكلمة كلاس. وهقول له ربليس اقول لاني متأكد بان كلمة الفاصل مهاش موجودة غير في الكلمتين دول. الا انا عايز اغيرهم فهو فعلا غيرهم لي. بكده نكون خلصنا اه كل ما يتعلق بالبحث والاستبدال في المايكروسوفت وورد. شكرا لحضراتكم ونتمنى لحضراتكم كل التوفيق ونتمنى تشرفون اشترككم في القناة.